موجز الأخبار من المحور أهلا بكم تأمين الصحية قائمة ومستمرة في تقديم خدماتها الطبية بجميع محافظات الجمهورية لنحو أكثر من ستة وخمسين مليونا وثمانمائة وثلاثة وثمانين ألف مواطن مشددة على أن الهيئة أجرت نحو سنين وتسعين ألفا ومئة وإحدى وثلاثين عملية جراحية بنسبة إنجاز ستة وتسعين في المئة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار وقعت مصر وروسيا محضر اجتماع الدورة الثالثة عشر للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفنية حيث تم الاتفاق على التنمية وتعزيز أواصر التعاون في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية جاء ذلك خلال ختام فعاليات الدورة التي عقدت بالعاصمة الروسية موسكو وترأسها نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ونظيرها الروسية وأشارت الوزيرة لأن الجانبين أكد استعدادهما لبزل الجهود الممكنة لتنفيذ اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي الموقعة بين البلدين والاتفاقيات الخاصة بتعميق العلاقات الثنائية ذات المصلحة المتبادلة مؤكدة أن نجاح الدورة الثالثة عشر للجنة المشتركة المصرية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفنية يعكس التطور الكبير في العلاقات الاقتصادية والتجارية ويؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات الاستراتيجية المدعومة بالمساندة القوية من القيادة السياسية في البلدين التقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية السيد القصير وزير الزراعة وسطاح الأراضي بحضور الدكتورة منال عوض محافظ ضمياط وعدد من المسؤولين شهد الاجتماع استعراض آخر مستجدات المشروع القومي لتطوير المجازر ومعدلات تنفيذ المشروعات الجارية لنحو 150 مجزرا على مستوى الجمهورية من جانبه اكدى وزير التنمية المحلية انه من المخطط تطوير 600 مجزر خلال برنامج زمني متكامل وان تكلفة المرحلة الاولى تبلغ 1.6 مليار جنيها مشيرا الى سعي الرئيس السيسي لاجاد منظومة حديثة واقتصادية لادارة وتشغير المجازر مطالبا بمرعاة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية اللازمة وفي السياق ذاته التقى وزير التنمية المحلية والزراعة المجموعة الاقتصادية الراغبة في الاستثمار بالمجزر الالي الجديد بضمياط وتم الاتفاق على اجراء مزيد من الدراسات لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الامثل امرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية بحبس النائب البرلماني السابق على حسنين واربعة عشر اخرين اربعة ايام على زمة التحقيقات لاتهامهم بالتنقيب عن الاثار وحيازة كمية كبيرة من التماسيل والقطع الاثرية بمنطقة مصر القديمة وكانت الاجهزة الامنية قد تمكنت من ضبط تشكيل عصابي يتزعمه النائب السابق تخصص في التنقيب عن الاثار في مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية والاتجاربها وتهريبها الى الخارج يبدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اعتبارا من الغد مشاورات مع قادة الاحزاب السياسية وممثل المستقلين الفائزين في الانتخابات التشريعية الاخيرة التي جرت في السنة عشر من يونيو الجاري وذلك قبيل تشكيل الحكومة جاء ذلك خلال بيان للرئاسة الجزائرية اكدت فيها ان الرئيس عبد المجيد تبون يبدأ غدا مشاورات سياسية قبيل تشكيل الحكومة مع قادة الاحزاب السياسية وممثل الاحرار الفائزين في انتخابات نواب المجلس الشعبي الوطني حسب ترتيب النتائج النهائية التي اعلنها المجلس الدستورية كان عبد العزيز جراد الوزير الاول الجزائري رئيس الوزراء قد قدم استقالة حكومته الى الرئيس تبون الذي قبلها وكلف الحكومة بتسيير الاعمال لحين تعيين حكومة جديدة دعا قادة الاتحاد الاوروبي اليوم على هامش القمة المنعقدة في بروكسل الى سحب جميع القوات الاجنبية من ليبيا بشكل فوري مشددين على ان الحوار هو الحل الامثل لانهاء النزاع بين الاطراف الليبية واشار البيان الصادر عن القادة الاوروبيين الى اهمية انجاز تسوية مستدامة في ليبيا تحت راية الامم المتحدة منوهين الى ضرورة اجراء الانتخابات المتفق عليها في خارطة الطريق في موعدها المحدد ديسمبر المقبل وان تكون نتائجها مقبولة من قبل الجميع